السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هاد الفيديو هادا ديال اليوم غادي نشوفوها الحاجة اللي رائعة جدا بزاف ديال الناس يعني تتكون عندكم مثلا جلابة قديمة فترميوها فقلت علاش يعني هاد جلابة هادي اللي منحولهاش من جلابة بالعمارة الى جلابة بالراندة فليوم في هاد في هاد الفيديو ديال اليوم غادي تشوفوا معايا هاد جلابة هادي صراحة كانت غير مليوحة صدفة نلقيتها فقلت علاش اللي منحولهاش ونحيد لي هاد العمارة ديالها كاملة وهدو كل عقاد اللي كتشوفوا معايا وهذا هو الكوم ديالها فقلت علاش لي منحيدش يعني هاد العمارة هادي كاملة ونعاود نخدمها بالراندة فاكيد غادي جي رائعة الطريقة بسيطة جدا غادي غير تتبعوا معايا هنا في الفيديو غادي نتعرفوا الطريقة اللي غادي نحيد بها العمارة ونركب في بلاستها يعني الراندة فهدي العمارة من بعد ما حيتها يعني كيف ما كنتشوفوا معايا حيتها دي العمارة هادي دي العمارة قديمة صراحة الجلابة غير كانت محتوطة ولكن التوب ديالها ما زال مزيان وما زال يعني داريج في السوق فهدشي علاش انا قلت علاش لي منحولهاش ونخدمها فالان نظرا لان التوب ديالجلابة يعني شوية غامق فهدشي علاش انا قلت غدا نخدم ليكم لملاقية هي ملاقية وفي نفس الوقت فالدرس يعني هاد الشيادة اللي كتشوفوا فيه غاد نخدموه في الملاقية مش في الملاقية عفون في نصف طوق وكذلك هو اللي غاد يكون عندنا في الدرس فتابعوا معايا الفيديو غاد نوريكم هاد الطريقة هادي كيفاش غاد تكون هاد الخدمة هادي اللي غاد نستعمل فهد جلابة وبطبيعة الحال من بعض غاد نوريكم في الجزء الثاني ان شاء الله الدرس كيفاش غاد نخدموه وكيفاش غاد نكمله فاول حاجة كيفما شفتوه معايا هنا يا غاد نخدموه غير راندا هادي البديا ديال الراندا على على الحاشية انا هنالجلابة غاد نخدمها كاملة يعني غاد نخدمها كاملة كاملة ملت حتى القب حتى الدورة كاملة غاد تكون نفس الخدمة فهنا انا غاد نخدم لكم غير في هاد توب هادا غير باش شوفوه نظرا لان الالوان غام قوما غاد يش يبال لكم مزيان فهد شي علاش قلت نخدم في هاد الالوان هادو باش تبال لكم الخدمة مزيان فهنا هادو غير غريزات عاديين ديال الراندا غاد نخدموه هنا على الحاشية غرزة واحدة فالان كيفما كتلاحظو معايا غاد ندخل الابرق في التوب فكنتمنى ان هاد الفكرة هادي تنال اعجاب ديالكم صراحة يعني بزاف ديال حويشة اللوحوم ولكن الى كانت جلابة ما زال توب ديال هاق زوين وما زال يعني تيتلبس فعلاش عوض فشل اللوحو هاق نحيدو لها هادك العمارة او هادك الراندا مثلا لما بقاتش عاجبان او لشي حاجة نحيدوها ونعوضوها بحاجة اخرى فناخدمنا هاد الغريزة وغاد نرجع للتوب ونوضع كذلك غرزة عادية جدا وغاد نرجع لهاد الراس كيف ما كتشوفو يعني هنا غايم قاو خدامين غير في نفس المكان غير تنرجعو للراس تنديرو هاد الغريزة هادي وكررجعو لهاد المكان هادا فانا الان يعني غاد نكمل بنفس طريقة حتى نوصل للنهاية ومن بعد غاد نشوفو معايا في الجلابة كيفاش يعني كيفاش جانا هاد شكل هادا فهاد خدمة هادي صارحة رائعة جدا هاد شعلش انا فكرت انا نديرها في الجلابة وهي كيف ما قلت لكم غاد نخدمها في النصف طوق وكذلك غاد نخدمها في الدرس يعني نفس الخدمة انتو ما غتشوفو معاي الشكل دياله ان مو هنا ينكملو هاد طريقة فالان انا غادي ناخد لون اخر يعني ما غاديش نكمل بنفس اللون غادي ناخد لون اخر وغادي نجيل هاد الغريزة اللولة اللي عندي هي اللي غادي ندخل فيها الابرة والان اول حاجة يعني غادي نتبط الخير نحاول انني نتبط الخير بشكل جيد غادي نجيل هاد الغريزة اللولة اللي عندي لاحظوا معايا مزيان هنا ما غاديش نبقا وغادي نخدامين بالغريزة هنا غادي نخدمه بالحبكة هادي حبكة فتندور الخيط لهذا الاتجاه وترجع في هذك الغرزة اللي تكونات عندي وندخل الابرة بهالطريقة هذي فهنا لاحظوا معايا مزيان تتكون عندنا هذ الشكل هذا وقد نجي الغرزة اللي حداها هنا نتابه معايا مزيان لان ما قدش نستمره يعني بنفس الطريقة فقد نجي الغرزة اللي حداها هي اللي قد نوضع عليها غريزة و الآن ستولي حبكة يعني سدور الخيط في الاتجاه باش نحبك فهذه هي الحبكة هذ الحبكة ممكن تخدمها للتوب مباشرة وممكن تخدمها على هذ الخدمة اللي أنا درت يعني هذ كل غريزات غرزة واحدة نبقاها هذين بيها الآن أنا غدي نخلي هذ الغرزة ما غنخدمهاش وغدي نجي الثانية لاحظوا معايا جيداً غدي نخلي الغرزة اللي مش خدمهاش وغدي نخدم الثانية هنا الألوان أنتم عندكم حرية الاختيار يعني اللي بغت تخدم بلون واحد تخدم بيه واللي بغت تخدم بجوجة الألوان تخدم بيهم غتشوفوا معاي جلبة كيفاش طلعات وغادي نشوفوا بطبيعة الحالي يعني الألوان اللي أنا استعملت وانتم مختاروا واللي بغت تستعمل بحالي يعني نفس الطريقة اللي درت أنا تديرها ولي ما بغتش هي عندها حرية الاختيار فالآن أنا غادي نجي الغرز اللي إحداها يعني اللي قريبة لها وغاد نخدم عليها هاد الغرزة هادي والان غاد نرجع الخيط في هاد الاتجاه وغاد نرجع نحبك بهالطريقة هادي كنتمنى لها هاد الوان هاد يكون واضحين كما اكتكم هاد وغير الوان عشوائيين انا اخذيتهم بش نخدم ليكم فهنا خلينا الغرزة اللولة مخدمنا هاش وغاد نخدمو في الغرزة التانية دائما هنا غاد نخليو هاد المكان هاد وغاد نرجعو بطبيعة الحال بش تكون عندي الحبكة وكما قلت لكم هاد الخيط هاد مبروم ع ثلاثة شعرات الخيط كامل مبروم ع ثلاثة شعرات يعني هنا مباش نخدم بالخيط على اربعة المهم فهادي كتكون قريبة يعني وحدة قريبة والاخرى بعيدة يعني هنا غاد نخليو غرزة ونخدموه في الثانية بش نديرو هنا يلحبكة ديانة وفي هاد مرحلة هادي سنخدم في الغرزة اللي قريبة لها يعني اول غرزة غاتباليكم هي اللي غاتخدمو فيها فهنا غادي نكمل بنفس طريقة حتى نوصل لنهاية طبيعة الحال كما كتشوفوا النهاية عندي قريبة مو بحيت كتلكم هادة رغير ميتال فغادي نرجعو وغادي ناخد لون اخر فصراحة انا في الجلابة مخديتش لون اخر هادة كلو اللي كتشوفوه عندي هاد اللون الورضي هو اللي انا خدمت بيه جوجة المرات يعني خدمت بيه هاد الصف الاول وخدمت بيه الصف التاني هنا في الخدمانة قدرت لكم جوجة الالوان يعني خدمتو بهذا مو مغا تشوفوه معايا من بعد فلاحظوا معاي جيي دان جينا لهاديك البلاسة اللي احنا كنا مخليين فيها غرزة هي اللي غادي نخدمو فيها هادة البلاسة اللي كنا مخلينا خاوية هاد المكان الكبير يعني هادة المكان لي عدنا الفاراغ الكبير هولي غادي نخدمو عليه جوج هذه الحبكة الحبكة اللوله وهاده الحبكة الثانية لاحظوا معايا جيدا فالسطر الاول كنا نخليق او غرزة فهاد السطر هذا غنخليه هادت كالحبكة هاده جوجة الحبكة لحدة بعضيهم غا نخليهم وغادي نجيول هادك الفاراغ هاد الفاراغ هادة deeper غادي نخدمو عليه هناك الحبكة اوله والان غاد نوضع عليه نفسه يعني في نفس النقطة او نفس المكان غاد نخدمه الحبكة التانية هنا ولو عندنا يعني جوج ديال الحبكات فغاد نخليه هاد المكان هذا هاد الغريزة هادي وغنجيه للفراغ الكبير اللي عندنا هو اللي غاد نقع وغاد نخدامين عليه حتى نوصله لنهاية طبيعة الحال فهنا وضعنا الحبكة الاولى وغاد نرجع نفس المكان يعني نفس النقطة وغاد نوضع الحبكة التانية دائما ترجع فيها فهنا كما قد لكم انا بغيت نوريكم يعني جوج ديال الطرق باش تشوفوا معايا هنا في هاد دورة هادي انا استعملت جوج الالوان ولكن في الجلابة استعملت لون واحد غير يعني بغيتكم تشوفوا الفرق باش من اللي تبغوا تخدموها يعني تكونوا فيت لكم شايفين الفرق وطبع تحال كل الوحدة غادي تختار الحاجة اللي بنت لها مناسبة والالوان اللي عندها في الجلابة ديالها فهد الخدمة هادي اللي رائع فيها انه ما كتتخدمش انا هنا غادي نخدمها في الجلابة ديال البرد ولكن هي سراحة كتتخدم في الجلابة ديال البرد وديال الصيف كذلك لان الخدمة رقيقة وخفيفة وزوينق وتجي مناسبة لهم بجوج مو انتم ما غادي نتشوفوا معاي كيف ما شفتوا معاي يعني التوبرا غليد ديال البرد وخدمت في هاد الخدمة وجات مزيانة فكنتمنى انا الفكرتنا للاعجاب ديالكم هنا لاحظوا معاي جيدا فهذاك الفراغ الكبير غادي نوضع جوج ديال الحبكة فهذاك الفراغ الكبير يعني هي البلاسة اللي كنك نقز فيها يعني غريزة والان غادي نجيل هادي وسط هاد الفراغ وحتى هو غادي نوضع فيه حبكة هنا هادي هي يعني بحلة غادي نقولوا النهاية ديال هاد الخدمة اللي غادي تخدم على الجلابة كاملة يعني على النصف الطوق على القب على الكمام حتى هما يا غادي نخدموا فيهم بها الطريقة هادي فهنا انا غادي نوضع جوج ديال الحبكات فهذاك الفراغ الكبير وغادي نجيل هاديك الغريزة اللي حداهم حتى هي غادي نوضع لها حبكة يعني في هاد الخدمة هادي ما غادي نخلي حتى شي فراغ هنخدم كل شيء لان هادا هو السطر الاخير وحنا هنما غاديش نقعد روي يعني نخدمو نخلي فراغات لان احنا غادي نحتاجوهم هاد شيء لاش هنما غاديش نخلي هنا فراغات فغادي نخدم بهالطريقة هادي وغادي نرجع نوضع هنا هاد الحبكة وغادي نجيل هاد المكان هادا بالضبط هنا يا عندي وغادي نوضع هاد الحبكة هادي الصغيرة كما قلت لكم هنا غادي نبقاو غادي نخدامين بشكل عادي يعني ما تنزقلو تشي وحدة هانتو ما يادي الجلابة اللي قتليكم هادي الطارقة اللي خدمتها لاحظوا معايا تماما دي كرييل فتحة دي القب هناكي فما قتليكم واحد ملاحظة مهمة بزيف هاد القب هادا فاش كنت تنحيذ في العمارة انتو ما عارفين ان جلالب دي العمارة القب ديالهم ما تيكونش بحل القب ديال الجلالب اللي تنخدموهم براندة يعني كيكون ملاسق التوب كيف ما كتشوفوا معايا هنا يتوب ما كينش واحد بلاسة في احنا غادي نخدمو القب وغادي نركبوه لاحظوا معايا التوب غادي يعني ملاسق مع بعضياتو عاد الشي علاش انا خدمت علي هاد الخدمة هادي ضرت يعني بديت من الاسفل ديال الجلابة وطلعت حتى وصلت القب وضرت مع القب وهبط حتى الاسفل ديال الجلابة يعني نفس الخدمة ضرت بها على الجلابة كاملة والان انا غادي ناخد هنا غادي نحاول نعبر يعني ربعة الاصابع هنا كيلي كيعبر يعني ربعة خمسة الحساب الحساب اليد فان هنا غادي نعبر ربعة ونزيد واحد شوية ونزيد واحد شوية وغادي يعني نوضع هنا يقف هاد المكان هذا بالضبط هو اللي غادي نخدم فيه القب وهنا غادي نبدوا نصف طوق فانا اخديت هاد اللون هاد هنا جهدي قدمه الخدمة فالجلابة بش يعني اتبالий كم الخدمة م زيان فهنان الاحظوا اماoyo كيفاش غادي يلاقي هاد الأطراف هذا هاد ال� eliminate هاد وكيفاش غادي نقلوهم وكيفاش غادي نخدمو الدرس فوق من هاد الخدمة يعني كيفما Feuerتلاحظوا معي فادك الجهار الاخرى هي ديال القب فهنا هنا غدا نوضع هاد درسة هادي وهنا لويت يعني الخيط على ثلاثة اللويات والخيط عندي مبروم على ثلاثة شعرات فغنجيل هاد الحبكة اللي إحداها وغدا نوضع الغرزة اللولة هنا حسبو معايا عدد الغرازي عدد فهنا خدمنا الغرزة اللولة والغرزة الثانية لاحظوا معايا جيدا هنا الحساب عملية مهمة بزاف فغاد نجي الغرزة رقم ثلاثة فهذا غرزة رقم ثلاثة بالضبط هي اللي غاد نخدمو عليها هاد درس دي اللي واحد كما قد لكم أنا لوي ثلاثة تلويات اللي بغا تلوي ربعة تلويات باش يجيها يعني الدرس شوية غليض فتلوي ماشي مشكيل مهم تحافظ على المقاس يعني خدمات بثلاثة تكمل بيها خدمات بربعة تكمل بيها وهنا يلاحظوا معايا اني كنخدم ثلاثة الغرزات يعني الغرزة اللولة والثانية والثالثة فهديك الغرزة رقم ثلاثة تنخدم الدرس تنوضع الدرس ديالي فهنا أنا وضعت هاد دريسة هادي وهدي نكملوا بنفس الطريقة حتى نوصلوا للنهاية يعني هاد الهبطة دي تجليبه كاملة من حدا كما قد لكم يعني عبرنا اخدينا ربعة الاصابع ديها من يعني من البداية دي القب وبدينا هاد درس فغادي نكملو حتى الاسفل الجلابة يعني حتى نوصلوا للاخر لاحظوا معايا مزيان هنا روصلنا للاخر وبديت واحد شوية هادا هو الأخر انا خليت هاد شوية دي العمارة باشتعارفوا بلي هادا هو الأخر هادي نهاي دي تجليبه هنا غدي نبدو بطريقة عكسية يعني النهاي دي تجليبه هي اللى غدي نبدو بهم сожалению نسيت ما أراتوش لكم استعملت العقيق في هاد الخدمة هادى لي مبغى تديرو تديرو لي مبغش تديرو ما تديروش لاحظوا معي مزيان هنا كيفاش غلاقي والاطراف هنوضح هالدرايسة هادي دائما كما قلت لكم الى لويت وثلاثة تلويات كملوا بيها الى لويت واربعة تلويات كملوا بيها يعني نفس الطريقة كملوا بيها فغنجي لهذا المكان يعني هاد الغرزة اللي جات عندي في الوسط يعني فاشا تخدموها غتعطيكم احد الغرزة في الوسط هذلك الغرزة اللي في الوسط هي اللي غدي نخدمو عليها وغدا رجع يعني هنا ينكمل بعدها هالدرسة تيالي هنا لاقيتهم فغسنا نرجع نكمل وهنا حسبوا معايا واحد هذي الغرزة اللولة الى اتذكرتوا معايا فاش كن نخدمنا الجيهة اللي مليه كن نخدمنا ثلاثة الغرزات حتى هنا غدا نخدمو ثلاثة فهذي الغرزة اللولة في الغرزة اللولة تنتبت الدرسة اللي عندي في الجيهة المقابلة لانا ممكنش هذي الى ما تبتاش اتبقى كتلعب يعني ما غداش تتبت فخسني ضروري نتبتها وغدا نوضع الغرزة التانية والان الغرزة رقم ثلاثة كما قلت لكم حسبوا الغرازي مزيان انا عدي ثلاثة الغرزات كيف ما دير في الجيهة المقابلة كيف ما غندير في الجيهة فالغرزة رقم ثلاثة تنوضعو الدرس الدرس ديال الواحد وغدا نجي لهذا المكان كما قلت لكم ما بين هاتجوش درسات غدا نتلقاوا واحد الفارع واحد الغرزة هذيك الغرزة يلي تكونات عندنا في الاول يعني فش كنا خدامين في الاول تكونات عندنا هذيك الغريزة والان غدا نرجع نكمل الدرس عادي جدا درس ديال الواحد فغدا نكمله وغدا نرجع حسبوه معايا هنا واحد هذي الغرزة الاولى في الغرزة اللولى يعني رقم واحد تنتبت الدرس اللي عندي في الجيهة المقابلة والان الغرزة رقم جوزي عفوا وهنا الغرزة رقم ثلاثة فهاذ رقم ثلاثة هي اللي كما قلت لكم هنا غاد نركب العقيقة تذكروا معايا فهاذ العقيقة هذي غتكون يعني مكان ديال الدرس يعني في بلاست الدرسة فهنا غاد نحسبوها بحلا غاد نحسبو الدرس يعني فاش غاد نكونوا مو انتمات فهموا معايا فهنا غاد نتبتوها يعني فاش كنا كنخدمو الدرس دي الواحد كنتبتوه في هذ الغرزة اللي عندنا في الوسط فالان غاد نتبتو العقيقة كذلك في الغرزة اللي عندنا الوسط يعني نفس المكان حاولوا انكم تاخدوا عقيقة يعني تكون مناسبة انا ما بغيتش هنا نبدل البرة هذي البرة ديالره عندها عادية غليدة لان العين ديال هذي العقيقة عندي حتى هي يعني واسعة فما استعمل ما بدلتش لابرة ابرة اللي كنت خدامة بها قايت خدامة بها فهنا واحد هنا غمدو نحسبوه مرة اخرى هذي الغرزة رقم واحد في الغرزة رقم واحد تنجمع هذيك الدرسة اللي عندي الفوق وهنا غد نخدم الغرزة رقم جوج وهنا رقم ثلاثة دائما كما قلت لكم في رقم ثلاثة تنوضع الدرسة ديال الواحد يعني هنا غد نلوي ثلاثة اللويات بشكل عادي جدا وغد نطلع الابرة بها الطريقة هذي وترجع لهذا المكان هذي كما قلت لكم يعني في الاول ترجع لهذا المكان هذي وهو اللي تنخدم عليه فلاحظوا معي هنا جيدا غد نكملوا بنفس الطريقة حتى نوصلوا للنهاية يعني كنتمنى ان هالطريقة هذي تنال اعجاب ديالكم وما تنسوش نتعدروني في الجزء الثاني غد نشوفوا فيه الدرس اللي غد نوضعوه على القب وكذلك على الاكمام يعني نفس الطريقة نفس الدرس غنوضعوه بطبيعة حال على القب وعلى الاكمام المهم كنتمنى ان هذي الخدمة هذي تنال اعجاب ديالكم وفي هذي الحلقة هذي شلنا اعادة تدوير الجلابة القديمة الى الجلابة حديثة فكيني بزاف ديال الطرق مش غير هذي طريقة هذي غير انا يعني بغيت نخدمها بالراندة نحيدوا العمارة ونديروا الراندة في بلاستها وكذلك نقدروا نحيدوا الراندة ونديروا العمارة في بلاستها المهم واحد يحاول يستغل الحواج اللي عنده قدام في الفيديو التاني ان شاء الله قد نشوفه فيه الدرس المهم لأول مرة تشوف القناة كنتمنى انها تشترك في القناة وشكرا على المتابعة وما تنسوش بطبيعة الحال الضغط على زر الاعجاب الى اعجبكم الفيديو